احنا بقى احنا ملوك الاوانطة احنا ملوك الاوانطة فنخش في الاوانطة يقولك ايه بقى يطلع ضياء رشوان اللي هو رئيس الهيئة العامة للاستعلابات عشان يقولك انه مصر بتعمل حاجة غريبة في القصة دي ايه بقى اقولي يا رسول دي خش يا ضياء بيه ايوة مصر تجري كشفا طبيا على الاسرائيليين بعد اخراجهم من غزة يا ضياء ليه يا ضياء ليه تخليه تعمل كده ليه مش عندك ولاد وانا مش عندك ولاد ليه تبقى كده بصفة ايه بقى مصر تجري كشفا طبيا على الاسرائيليين بعد اخراجهم بصفة ايه بصفة ان اسرائيل ما عندهاش ده كترة بصفة ان اللجنة الدولية الاسرائيب الأحمر ما فيهاش ده كترة بصفة ان احنا حدود غزة من الناحية الشرقية اللي هي مع السلطات الاحتلال يعني يعني عايز تقنعني ان الاسراء الاسرائيليين بيطلعوا من غزة يخشوا سينة ويطلعوا ويرجعوا تاني على غزة يروحوا بقى السلطات الاحتلال يعني ازاي لا بجد والله ازاي يعني انا بجد والله العظيم يعني احترت واحتارت دليلي معاك اعمل فيك ايه اضياء ازاي اضياء يا جماعة كلموا الناس بعقل بمنطق ايه قلقتنا اسير اسرائيلي في غزة مع حماس هيطلع يروح على المعابر اللي بتربط غزة بالسلطات الاحتلال اللي هي الشر احنا في الغرب الاسير بقى هيطلع عنده وقت هو ووقت وصحة هيطلع يروح دي خش مصر او مصر الدخ يا مصر ليه دكاترة جوه ما شوفنا الفيلم اهو الناس طلع على عربيات الصريب الاحمر الدولي اللي بيكشف عليهم جوه عربيات الصريب الاحمر الدولي دكتور تبع اللجنة المركزية للصريب الاحمر الدولي او تبع اسرائيل مع ان العربية دي محمية دوليا يعني عربيات الصريب الاحمر دي بكل اتفاقات دولية ايوا برضو عليك محمية دولية بص هتلاقي جوه طاقم الصريب الاحمر قاعد جوه اهو لما الست تركب بقى التانية اللي هي تعبانة دي قبل 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 الست اللي كتعل عكاز اللي قبل ده ايه بعد ده بقى لما هتركب هيتنام على العربية بتاسعافات وفيه فرق بين العربية دي دي بتاع الصريب الاحمر والعربية التانية بتاع الصريب الاحمر الاسعافات ايه البنت دي هتركب في عربية تسعاف تابع للصريب الاحمر هيكشف عليها دكتور تابع لسل الحوار الدولي إحنا دخلنا إيه بالقصة بقى ده يطلع يا هجس يقولك ده كاترة مصريين بيكشفوا على مصر تجري كشفاً طبياً على الأسرة الإسرائيليين بعد إخراجهم من جزة اختشوا اختشوا بجد عيب عيب الأوانطة مش حلوة على كل حال الأسرة الإسرائيليين عكس المحررين الفلسطينيين الأسرة الإسرائيليين طلعين مبسوطين من المقاومة بيشكروهم بينما النحية التانية الأسرة أو المحررين الفلسطينيين بيشتكوا من سوق المعاملة